السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام بشكل احترافي وبمصادر موثقة هتلاقي الرابط في أول تعليق ادخل للبيتز وتابعنا على سنتوصلك كل حلقاتنا السيقة من أرسيف قبل بداية فيلمنا بنشوف مشهد رعب وغامض وإحنا شايفين ولد وبنت بيبدأوا يحضروا أدواتهم الحادة علشان يخلصوا على كلب وبتبقى أدوات كتيرة جداً والبنت بتفضل تختار ما بينهم وبنشوف إيدي الولد وهي بتترفع بالأداة الحادة وبيغرزها في قلب الكلب وبعدها بيفضلوا يضحكوا هما الاتنين من الأسار اللي جات على وشهم وبيفضلوا يقطعوا فيه وهم مستخبيين ومستمتعين جداً وضحكتهم كلها براءة وكأنهم شايفين الموت عليهم كأطفال في اللي بيعملوه وبنرجع في لاشباك لفترة بسيطة وبنشوف كاسيا وهي عروسة وبيبقى واضح إنها مركبة رجل صناعية وجاك جزها معاها واللي بيبقى ظاهر إنه فعلاً بيحبها جداً وبيخرجوا للمعزيم وبنشوف الفرحة اللي واضحة على كل الموجودين بس فجأة الفرح بيتقلب لكارسة كبيرة وبنلاقي كاسيا بدأت تنزف بدون أي سبب وبنشوفها بعدها وهي في المستشفى وبنعرف إنه مع كامل الأسف حصلت لها مضاعفات مناعية اخترقت الرحم وبكده مش هتقدر إنها تكون أم أبداً فبتلعن كاسيا حظاها على اللي حصلها يمزفا فيها لكن لإن جاك بيكون بيحبها وبيتمسك بيها بنشوفه هو بيحاول يوسيها فأصعب محنا ممكن تمر على أي سك وبتفضل كاسيا في حالة الحزن الفترة طويلة جداً مع إن جاك بيكون بيوسيها طول الوقت لكن طبعاً مهما يكون حاسس بألامها مش هيكون زيها إطلاقاً بس بتجيلوا فكرة وبيقترح عليها إنهم يتبنوا طفل وبيقول لها إنه في أطفال كتير بدون أهل ويتمنوا إنهم يبقى ليهم عيلة ومع إنه تصرف إلى حد ما سليم بالنسبة لتفاصيلهم إلا إن كاسيا بتكون رفضة لإنها بيبقى واضح عليها عدم تعلقها بفكرة الطفل نفسه قد تعلقها بفكرة إنها تكون أم ويبقى في جنين في بطنها وتعيش اللحظات اللي أي ست بتتمناها بس في الآخر بتوافق وبنشوفهم وهم رايحين لدار الأيتام وبنلاحظ إن كاسيا بتبقى الشبه مش متقبلة المكان مع إنها تربط في دار أيتام أساساً وده اللي بنعرفه لما جاك بيتكلم عن الراهبة نوفا مسؤولة الدار وبيدلها نبزة عن حياة كاسيا والإصابة اللي اتعرضت لها وأثناء تجولهم بنكتشف مجموعة أطفال واقفين وكل واحد فيهم في إصابة مختلفة بس اللي بتركز فيه كاسيا بنت بيبقى واضح على وشها أثار حرق وبيبقى واضح كده إن دار الأيتام خاصة بالأطفال اللي محتاجين رعاية ومعاملة خاصة ومن ناحية تانية بيبقى جاك بيعرف الراهبة نوفا إنه جاهز بكل الأوراق اللازمة علشان يتم توسيق التبني بشكل سريع بس فجأة بيلحظوا عدم موجود كاسيا معاهم وبتبقى كاسيا متتبعة صوت موسيقى صادر من مكان شبيه للكنيسة وبتكون كاسيا مستغربة وبتستغرب أكتر لما بتعرف من الراهبة إن العازفين دول يبقوا أطفال ما تجاوزش عمرهم السبع سنين فبتطلب كاسيا إنها تقابلهم وطبعا الراهبة بتوافق وبتنادي على تين وتينة لكن قبل ما يظهروا بتعرفها إنهم أطفال مميزين اتربوا في الدار من يوم ما تولدوا وأول ما بيظهروا بتعرف كاسيا هم مميزين ليه وبنكتشف إنهم من الألبينو واللي بالمناسبة ما بيكونش مصنف كمرض نهائي لكن الشخص المميز بي بيكون محتاج عناية خاصة لجلده مش أكتر وفجأة وأثناء تعرف كاسيا على تين وتينة بنلاقي برق ورعد مرة واحدة ظهر فبيجروا الأطفال على كاسيا وهم خايفين بس ما بتكونش كاسيا فهمهم ما يقصدوا إيه أصلا بالآلهة فبتمشي كاسيا لكنها بتسمعهم وهم بيقولوا إنهم مش محبوبين من كل الناس وده بيضعف مشاعرها اتجاههم أكتر وبيفهم جاك هي بتفكر في إيه بالزبط وبيقول لها إنهم محتاجين عناية خاصة وكمان كبار في السن ولكن بترد عليه كاسيا وبتعرفه إن ما عندهمش أي مرض معدي وكل اللي محتاجينه هو الحب مش أكتر وزيهم زي أي أطفال طبيعيين ولإن جاك مش بيقدر يرفض طلب لكاسيا بيوافق فورا وبنشوفهم بعدها وهم في الطريق للبيت والسعادة مالية وشهم وبيبنئ إن الأطفال خفاف على القلب وأول ما بيوصلوا للبيت بيبقوا فرحنين جدا إن أخيرا بقى ليهم عيلة تهتم بيهم بجد أب وأم متفهمين وبيجروا على طول على قوضتهم بس بتوصلهم كاسيا وبتعرفهم إن دي مش القوضة الخاصة بيهم لإنها الأطفال أصغر في الحجم لكنها بتدخلهم لقوضة تانية فيها سرير أكبر شوية وزي أي أطفال بيبقى عندهم فضول طبعا وبيسألوا كاسيا هي لي مش أم زي باقي اللي متجوزين فبمنتهى الحزن بتقولهم كاسيا إن دا شيء مستحيل إنه يحصل والتاني يوم بتصحى كاسيا من النوم على صوت خبط بسيط ولما بتتتبعوا بتلاقي إن التين والتينا هم اللي بيحاولوا صحوها فبتنزل تحضر لهم الأكل وبيبقوا قاعدين معاها زي الملايكة بالظبط بس فجأة بيتحولوا في طريقة كلامهم وبيسألوها في حاجات أكبر من سنهم وبيقولولها إنهم حاسين إنها مش مؤمنة وللأسف بتبقى كاسيا بعدت عن الطريق الصح فعلا بسبب زعلها وحزنها على إنها مش هتقدر تبقى أمة حقيقية مش متبنية فبيقولولها الأطفال إنهم بيقدروا يشوفوا الآلهة وبيطلبوا منها اللي هم عاوزينه وطبعا بيكون كاسيا فاكرة إنهم بيهزروا أو إن ده كلام مجرد هزار مش أكتر يعني لكن بتتفاجئ بإنهم بيوروها الطريقة وهي إن تينة بتجيب قماش وبتحاول تخنق بأخوها لدرجة إنه بيكون بيطلع في الروح وبتبقى كاسيا للأسف مخضوضة وبدأت تتوتر فبتشيل تينة القماش من عليه وبنتفاجئ إن تين بيقول لها إنه قدر يشوفهم وكاسيا بيكون مصدومة من اللي شايفاءه صادها لكن بتحاول تقنع نفسها إنهم مجرد أطفال مش أكتر وبعدها بيرجعوا زي ما كانوا بروحهم الطفولية والمرحة وهم بيهزروا وبيلعبوا التلاتة مع بعض حتى كاسيا بتكون أول مرة تضحك من قلبها بجد من بعد فترة طويلة كانت مليانة بالبؤس والكآبة وفي وقت تاني بيكتشفوا الأطفال إصابة كاسيا في رجليها وكالعادة الفضول بيكون شيء أساسي في شخصيتهم وبيسألوها عن السبب فبتقول لهم كاسيا إنها وهي صغيرة حصل حريق ضخم في بيتهم والنار كانتها تمتص كل جسمها بس قدروا ينقذوها بعد ما رجليها اتضمرت وكانوا لازم يبتروها فبيوسوها وبيقول لها تين إن أكيد الشيطان مش هو اللي عمل كده وهنا بنلاحظ إن الأطفال بيقولوا كلام مش بس أكبر من سنهم لكنه بيحمل معناين وبالليل بتتكلم كاسيا مع جاك إنها مش مرتاحة لسلوك الأطفال ولكن جاك بيكون معظم الوقت مش موجود أصلا فبيرد عليها وبيقول لها إنهم مجرد أطفال فأكيد مش هيتكلموا في كرة القدم أو السياسة فبتوفقوا كاسيا الرأي لكنها بتكون ما زالت مش مقتنعة وجواها آلأ تجاه الأطفال فبتطلع لقضتهم علشان تطمن عليهم قبل ما يناموا وبتلاقيهم بيتفقوا معاها إنهم يلعبوا لعبة حلوة وفعلا بتبدأ اللعبة وهم بيلفوا حواليها وبيقولوا كلمات جزء كبير منها مش مفهوم وبيأكدوا عليها ما تفتحش عينيها غير لما تعد من واحد لتلاتة وفعلا دا اللي بيحصل وأول ما بتفتح عينيها بيفضلوا يضربوا فيها بالمخدات وبيبقوا فرحانين حتى كاسيا كمان وبتبدلهم تضربوا الهزار لغاية ما الهزار بيقلب جد وبنلاقيهم مرة واحدة قفلوا النور ولفوا القماش حوالين كاسيا وحاولوا إنهم يخنقوها وبتبقى كاسيا بتستغيص لكن بيقولولها إنها قربت تشوف الآلهة ولما أخيرا بيبعدوا القماش عنها بتكتشف كاسيا إن في ظل بيتكون على باب الأوضة لكنه بيكون في الآخر جاك وقبل النوم بتبقى كاسيا متوترة فبيسألها جاك لو حب إنها ترجع الأطفال للضر من تاني لكنها بتكون متمسكة بيهم فجاك بيؤمر الأطفال إنهم يعتزلوا ليها لكن أول ما بيدخلوا الأوضة الكلب الخاص بكاسيا وجاك بيفضل يهوهو عليهم وبيبقى واضح إنه حاسس بشيء غريب فيهم لدرجة إنه بيجرح إيد كاسيا وبيهرب فورا وبالليل بتتسلل تينا لأوضة كاسيا وبتسرق المهدق الخاص بيها وبيخلطوا مع أكل الكلب وفعلا بيتقربوا من الكلب لغاية ما الكلب بيأكلوا وبينام فبيجروا من رجله وبيدخلوا للصالة في البيت وبنشوف أول مشهد خالص في فيلمنا وهم بيبدأوا يحضروا أدواتهم الحادة علشان يخلصوا عليه وبتبقى أدوات كتيرة جدا وبتحتار ما بينهم تينا وبنشوف إيد تين وهي بتترفع بالأداء الحادة وبيغرزها في قلب الكلب وبعدها بيفضلوا يضحكوا هما الاتنين من الأسهار اللي جات على وش تين وبيفضلوا يقطعوا فيه وهم مستخبيين ومستمتعين جدا وضحكتهم كلها براءة وكأنهم شايفين الموت عليهم كأطفال في اللي بيعملوه زي ما قلنا قبل كده وبيطلعوا قلبه من جواه وبنلاحظ أن تينا بتدعيله أن زنوبه تتغفر ومن بعدها بيرجعوا قلبه مرة تانية وبيخيطوه كمان وبيبقوا مستعدين للحظة اللي هتشوفهم فيها كاسيا على أساس أنهم كده هيكونوا طهاروا قلبه من الخطايا وبيكون ولا كأنهم عملوا حاجة وبيقعدوا يتفرجوا على التليفزيون لغاية ما كاسيا بتصحى والصبح بتتفاجئ كاسيا وجاك أن الأطفال قدامها وبيسألوها ليه الكلب مصحيش مرة واحدة ولما بتنزل كاسيا وجاك لتحت بيتفاجئوا طبعا أن الكلب بيكون مات فبتحزن عليه جدا والأطفال بيعترفوا أنه هم اللي عملوا كده لأنهم اتعلموا أن الألوب اللي مش نظيفة لازم تتطهر وبما أنه جارح إيد كاسيا فكده عمل خطأ وزامب وكانوا لازم يطهروا والغريب أنهم بيحزنوا جدا لما بيعرفوا أنه مات وهنا بيبني الفهم الخاطئ اللي تورسوا بسبب عدم الاهتمام وتعليم الأساسيات للدين وعلشان كده أساء فهمه ونهو حياة روح بريئة وبتنظف بعدها كاسيا الشقة وبيدفنوا الكلب وفي تاني يوم بنكون فيه بالليل بتصحى كاسيا على صوت حد وقع وتينة بتعيط وبيبقى تين رابط رجليه وحاطط فيها شوك كتير على أساس أنه بيعاقب نفسه وبتبقى الجروح عميقة جدا للأسف ولكن بيكون فهم أنه بكده بيعاقب نفسه في الدنيا أحسن ما يتعاقب في الآخرة ولما بتدوله كاسيا جارحه بنكتشف الخلل الديني اللي عند الطفلين وما بتبقاش كاسيا قادرة تفرق هما بيعملوا إيه بالزاب وبعد فترة بتعرف كاسيا إنها بقت حامل وما بيكونش فهمه وإزاي ده حصل لكن الطبيبة بتعرفها إن اختراق الرحم التأم بصورة طبيعية جدا ودي مجرد مرحلة تجديد للخلايا مش أكتر وبتفرح طبعا كاسيا ومع مرور الوقت بيكونوا الأطفال كمان فرحنين إنه هيجي لهم مولود جديد والأول مرة هيكونوا عيلة من تاني وبيمر وقت مش طويل وبيجي اتصال لكاسيا من والد الطفل اسمه كيم وبتعرفها بإن أولادها كانوا آخر ناس مع ابنها وتعرض لنفس الضرب والتقطيع الكتير في جسمه وبتكون الأم بتبكي بحرقة في التليفون لإنها بتكون شكة إن أولاد كاسيا هما اللي عملوا كده حتى كاسيا نفسها بتكون مصدقة جدا إنهم يعملوا كده وأكتر كمان بسبب يوم حدسة الكلب فبتخدهم كاسيا في حضنها وبتنام وهي مرعوبة للأسف والتاني يوم بتوصل لدار الأيتام وبتقابل الراهبة نوفا وبتسألها عن عقلية الأطفال وهل هم طبيعيين ولا لأ وطبعا الراهبة بتأكد لها إنهم طبيعيين جدا وإنهم أفضل الأطفال في الدار كلها تقريبا وقبل ما بتمشي كاسيا من عندها بتقول لها الراهبة إنها تيها في الظلام للأسف ولما بتروح كاسيا البيت بتكتشف رسومات الأفعال اللي تين وتين عملوها زي موت الكلب وموت زميلهم وبتبقى الأم خلاص اتأكدت إنهم مش طبيعيين وبتبقى شكة إنهم أصلا مش بشر وبتنزل تعرف جاك لكنه بيكون شايف إنهم مجرد أطفال بريئة ودي رسومات لأحداث حصلت مش لسه هتحصل فبتلم كاسيا كل الكتب اللي بيقروها سواء متعلقة بالدين أو بغيرها وبتقول لهم إنهم هيتفقوا على قاعدة معينة يمشوا عليها وهي إن مفيش أي قراية لغاية ما يكبروا ويفهمهم ما عايزين إيه وبيوفقوا الأطفال مع إنهم بيعتبروا إن كده كاسيا تقصد إن مفيش دين في بيتهم بشكل نهائي وما يختروش أي ديانة غير لما يكبروا لكن ده بيكون ظن خطأ منهم للأسف وكل الحكاية إن كاسيا بس كانت عايزاهم يقرو في اللي عقلهم يستوعبوا والتاني يوم بتصحى كاسيا مفزوعة من النوم بدون أي سبب نهائي وبتنزل للمطبخ بتلاقيهم بيلعبوا سواء مع جاك لكنها بتتفاجئ قصادهم بإن شعرها كله بيقع بطريقة مخيفة وبتبقى واثقة إن الأطفال هم اللي عملوا فيها كده وإنهم مش باشر طبيعيين أساسا فبتقص شعرها خالص وبتتصل بولدة كيم لكنها بتعرف إنه مات فبتتأثر جدا وبتخاف من الأطفال حتى لما جاك بيكون رايح لشغله إلا هيوصل ليه تاني يوم بتترجاء إنه ما يسيبهاش لوحدها مع الأطفال دي نهائي لكنه بيطلب منها إنها تقعد في قضيتها وتنام لفترة طويلة وقبل ما جاك يودع الأطفال بيعرفهم إن والدتهم تعبانة شوية ومحتاجة ترتاحه ده بسبب الحمل وبتصحى كاسيا للأسف وبتلاقي نفسها مربوطة في السرير ومش عارفة تتحرك وتينا بتجيب لها مشروب وبتقول لها إنها حطت لها في مهدئ وطبعا كاسيا بتخاف جدا ومن ناحية تانية تيم بيمسك رجليها الصناعية وبيدخلها للأوضة وبيقفل عليها ولما الأطفال بيلاؤوا إن كاسيا رفض إنها تشرب أو تاكل منهم حاجة بيمسكوا حقنة وبيقولوا لها إنهم هيأكلوا الجنين بمعرفتهم وبيبدأ يقرب الحقنة من بطنها فبتحاول كاسيا إنها تكلمهم بعقليتهم وتقول لهم إن اللي بيعملوا دا هيكون زنبو وهيتعقبوا عليه لكن بتسكتها تينا وبتقول لها إنه ممنوع الكلام في الدين في البدة بس أخيرا بتقدر كاسيا إنها تفك نفسها وبتجري منهم وهي برجل واحدة للأسف وبدون رجلها الصناعية وبتهددهم إنها هتخلص عليهم وفي نفس الوقت دا بيكون جاك وصل ومرة واحدة بييجي الكاسيا ألم الولادة فبتروح المستشفى وبتولد وبيحاول يقنعها جاك إنها متوترة جدا مش أكتر وفي يوم بيكونوا قاعدين على حمام السباحة وبتبقى كاسيا مشغولة بإنها تعمل الأكل وفي الوقت دا بياخدوا الطفل المولود الجديد وبيبقوا عايزين يمرسوا عليه بعض الطقوس للديانة المسيحية واللي بتكون ملقبة بالتعميد بس للأسف بيبقى الطفلة هيموت منهم لأنهم بيغطصوا حمام السباحة ولما بتيجي كاسيا بتنقذ ابنها منهم بالعافية وبتضربهم لأول مرة حتى جاك بيعرفهم إنهم هيرجعوا من تاني لدار الأيتام وفعلا بيرجعوا للدار من تاني وبتمر الأيام على كاسيا وجاك بمنتهى الملل من غيرهم ولما بيتكلموا مع بعض بيحسوا بتقنيب الضمير لأنه كان عندهم فرصة إنهم يغيروا معتقدات الأطفال ويفهموهم الأمور الدينية بشكل صحيح لكن للأسف بيكونوا فهموا كده بعد فوات الأوان وفي يوم بيكون التليفزيون فيه تشويش ولما بيطلع جاك علشان يصلحه بنتفاجئ إن فيه عاصفة بتكون قوية جدا وزي ما تكون بتتحدى وللأسف بتشتعل النار في جسم جاك وبيقع على الأرض والنار بتبدأ تاكل فيه ولأن كاسيا بتكون عندها فوبيا من النار بسبب الأزمة اللي حصلت لها زمان فبتحاول تبعد عنه وفي نفس الوقت بتبقى عاوزة تساعده لكن للأسف بيدخل على الشقة وبتشتعل النار في كل مكان وكل اللي بتقدر كاسيا إنها تنقذه هو طفلها والتاني يوم في المستشفى بتكون شكة إن الأطفال هم اللي عملوا كده لكن بتعرفها الراهبة إن الأطفال كانوا نايمين في الدار وما خرجوش منه حتى وقتهم اللي بيتكلموا فيه فبتفرح كاسيا بس بعد فوات الأوان وبينتهي في المنا بعد معرفنا خبر موت جاك يوم الحريق واللعنة اللي صابتهم لما تخلوا عن أطفال أبرياء اتعلموا أمورهم الدينية بطريقة خطأ بسبب إنهم أروا عنها بفضول لكن بدون فهم ولأنهم أطفال أيتام ومتربيين في دار خاصة بيهم فما نالوش الرعاية الكاملة اللي تزود وعيهم وتفهمهم وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتش دي فيلم